اشتركوا في القناة 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 الله يسعد قلبك يا ربي خليلي اياك تسلمي لنا حبيبي استافرات خليلي اياك الله بارك وامبرك وعليكم السلام وارتواه واركاته تسلمي تسلمي يضوي الامار يسعد مساكي الله خليكي طيب هسا فينا قاعدتنا اليوم ان شاء الله رب العامين اللي هي قاعدة sentence طيب هاي من تميها احنا اللي هي الجملة المجزئة او المنشقة الجملة المجزئة او اللي هي المنشقة طيب ليش سموها الجملة المجزئة هسا بنا نعرف ليش عبود مزد توت يسعد قلبك حبيب عراراتي الجملة المجزئة هاي اللي هي اوشي بنا نعرفها اللي هي هسا في عندك مثلا بتكون انت عندك الجملة احنا بدنا ايش نقطعها بدنا نقطعها يا ايش لاربع اقسام بدنا نقطعها لاربع اقسام الي هسا راح افرجيك اياها واحدة واحدة بس الله يا ربي يرضى عليكم بدنا نعمل شاية رؤاد خلي الكل يستفيد لأنه اعتقد ان هاي الوحدة الرابعة اللي هي ما لحقوا الطلاب انهم بياخدوها او انهم اتأخروا فيها شوي فخلينا نمشي فيها شوي شوي عبينما انهم يجوا الطلاب ربي يكرمكم ويبارك فيكم وان شاء الله رب العالمين راح تكون اللي هي شرح وافي وسلس مئة بالمئة لطلابنا حبايبنا تجراسنا والله يا ربي فرحنا فيكم بنجاحكم ان شاء الله ما بنا نطول عليكم نعرف عندكم مباراة اليوم الارجنتين مع كرواتيا وان شاء الله رب العالمين ان شاء الله اللي مشجع كرواتيا الله ينصره اوكي ويجيب العلامة الكاملة وعليكم السلام اهلي الليان الله خليلي اياك يا ربي يسعدك عبائي بقلبي تسلموا لي الله يسعدكم ان شاء الله فهل كرواتيا النجاح ان شاء الله والفول اوكي طيب سيبك من كرواتيا وسيبك من الارجنتين هدول ما يشرحين فاوق ولا بقلو بيضا خلينا وين احنا هسه مع اشي اسمه اللي هو الجملة المنشقة يلا الجملة المنشقة اللي هي لما اجلت كدملك عن اشي اسمه الجملة المنشقة يعني مثل كرم سو مي in the garden كرم سو مي in the garden مثلا يستردي اوكي هاي عندك هون يستردي اوكي طيب هسه في عندي هون انا هاي الجملة المنشقة سعلا هاي بدي انا اقطعها بدي ايش اجزئها ثمية بمجزئة ليش يعني هون احنا بدنا نجزئ ايش اللي هي الجملة هسه في عندي الهون كرم في عندي الهون مي وفي عندي الهي the garden وفي عندي يستردي اوكي طيب هسه قطعناه لايش لاربع اقسام طيب هسه لما انا اجل اقطعها اقول لك مثلا في عندي هون اشي اسمه اللي هو the person من هو ال person اللي هو كرم باجه بقول لك في عندي هون the garden شو هي ال garden اللي هي الحديقة الحديقة اللي هي مكان اذا بدأ تاخد the place هسه في عندي هون yesterday اللي هو الوقت الوقت اللي بدي اخد ايش اللي هون اللي هي the time طيب هسه لازم تعرفوه وشغلة واحدة بسيطة جدا جدا بس هاي لازم تعرفوها انه في عندك كل اشي اسمه افهمولي يا يا حبابي الله ربي يكرمكم في عندي شغلتين اساسية عندي هون ال where واضح الاحمر ولا نغيره هاي من غير على راسي ها خلينا على ابيض في عندك ال where وفي عندك اشي اسمه اللي هو من ال when اوكي ال where وال when هدول بيقولك ايش احنا ال where مش صحبة بالمرة يعني احنا لا نتفق مع مين مع اش اسمه حرف الجر مع اش اسمه حرف الجر هون هذول ما بتبقوا مع اش اسمه اللي هو حروف الجر يعني اذا كان في عندي where or when لازم اني انا احذف حرف الجر اللي بدي اجي احكي عنه وصلت يعني لما اجي اقولك هون كرم saw me in the garden yesterday طيب حسا شو طلب مني لنفرض طلب مني the place the place ها طلب مني هون the place place اللي هو ايش المكان المكان انا تلقائيا بعرف اني بدي احط له اش اسمه اللي هو where طالما انه في عندي هون place اذا لازم احط له اش اسمه where حسا طالما حطيت ال where خذوها افهموها هيك طالما حطيت ال where اذا هون في عندي اش اسمه ال in لازم يوحذر وصلت شو بصير عندي ترتيب الجملة the place where ارجع كرم so me not yesterday حسا بروح شو في عندي هون انا ال ver ال ver عندي اما انه يكون verbon او verto طلعوا لي هون هسا اذا كان في عندي هون verbon اذا كان في عندي هون verto طبعا بناء على ايش على بناء على الجملة بناء على ايش على الجملة شو ال ver بالمحطوط عندي انا وين في الجملة اذا كان في عندي ال verbon بدي احط له ايش is اذا كان في عندي ال verto بدي احط له was ما بتواخد غير اللي هي افعال ال b اللي هي is وال هون في حالة المضارع هون في حالة الماضي لا تقول لي لا ولا ام ولا ار ولا هاز ولا هاب ولا وير ولا ايش اوكي فقط عندك is وار is واز is واز ماشي يا حبايبي ربي يا ربي يكرمكم بنرجع على هاي طيب طالما انه في عندكم انا كرم saw me in the garden yesterday بطلق the place وير كرم saw me yesterday حس ال verب شو عندي انا هون ال verب عندي انا هون ver to صح حايب عندي هون انا ver to طالما انه في عندي ver to اذا شو بدي استخدم was بحط لك هون ايش بحط was ايش the garden was the garden اذا تلقائيا عندك ال in هون تحذف تلقائيا تحذف ايش ال in ليش لانه طالما في عندي where او when في الجملة هون منحذف ايش اسمه حروف الجر ربي يسعدكم وعليكم السلام وعليكم السلام اهلين كرم حبيبي كرم والله اجد صدفة بس يا الله حلو كرم منور رجبي منور اسمك يلا تسلم لي طيب وصلت هالفكرة اذا طالما في عندي انا في الجملة where او when انطلب منك شغلة كان قبلها حرف الجر اذا لازم حروف الجر ايش تحذف ليش لانه بقول لك ال where وال when هذول ما بتفقوا نيهائيا مع ايش مع حروف الجر اذا الوزارة حطتلك مثلا the place that the place that تعيتها بتحطي لي ايش in the garden اوكي اذا حطيلك the place that بتقول له والله اوكيها بتحطي لي اياها in the garden طالما حطيلك where اذا انكيس انكيس في حالة اذا حطيلك where او حطيلك ال when بتقول له تذكر ايش اللي هو حرف الجر اذا ما حطيلك ال where و ال when لازم انه نحذف ايش حروف الجر وهسا راح تفيد معنا وين في الامثلة اوكي يلا انتبه مع بعض تعال هون هون باجي ملاحظ في عندي هون ايش اسمه the function شوي الوظيفة اللغوية من ايش من استخدام cliff sentence اللي هي الجمل المجزعة حسا to emphasize certain pieces of information للتأكيد على شغلات مهمة للتأكيد شو يعني emphasize اللي هي هون التأكيد يعني بد تأشير بدي انا اقشر لك على شغلة معينة في عندي انا هون بالجملة شغلة بدي اقشر لك عليها هاي هي ايش المطلوب حلها طيب نقدر ان نبلش هسا اللي cliff sentence اللي هي الجملة المجزعة بالكلمات التالية طبعا تقسم اللي هي الجملة المجزعة الى قسمين هسا الثالث غير مطالبين فيه بس بدي احللك عليه تكرم عيونكم راح احللكم عليكم على راتي اهلين فيك نسرين الله يسعد قلبك الله خليكين باي حسا راح احللكم عليها التايب تري بس انه انتم مش مطالبين فيها بس يلا باج بقول لك هنا the thing that the thing اللي هو ايش هاذا اللي هو الشيء حسا الشيء شو بدي استخدم اللي هو ضمير وطل بدي استخدم اللي هو ع السريع اما ويتش او ذات اما ويتش او ذات طيب هسا فيدي هنا the person the person مين هو الشخص اللي هو الشخص الشخص شو بدي استخدم له هو طب عندك the time the time شو بدي استخدم لها when طيب في عندك هون اللي هو هاذا ايش الوقت the place هدول هم اللي بيبلشوا عندك في ايش في جمل الوزارة يعني بكون طالب منك الاشي شو هو الاشي انت بدك تدور عليه في الجملة هو بدك تذكر لي اذا ذكرت عندك هون the thing the person the time the place the event حسا دائما دائما الشيء المذكور وين نودي اخر الجملة اخر الجملة الجملة بس شو لازم نحط قبله لازم نحط قبله اللي هي افعال البي اللي هي اما از او واز اما از او واز او كي اذا اذا ذكر عندك الشغلة هاي the thing the person the time the place the event the year the way كل ياتم هدول الاشي اللي احنا مطالبين فيه اللي هو الامفاسايل اللي المؤشرة عليه يعني هذا بدي يكون نحدف وين بالاخر بس منحط قبله ايش افعال البي اما از او واز بناء على الفعال اللي بيكون عندي في الجملة او كي الله يرضى عليكم يلا تابع معي المشوفون حس في عندي الحالة الاولى الحالة التانية لما يكون في عندي مطالب في اشي اسمه اللي هو الات مطالب في اشي اسمه الات حسنا دايما عندي الات الات ما بتاخد الا ثنتين ما بتاخد الا ثنتين اللي هم اما از برضو ايش او واز في الكليفت سنتنس كلها حبايدي في كل الكليفت سنتنس ما في عندك اشي اسمه الا الاز والواز فقط حول اذا كنا نتكلم عن مضارع حول اذا كنا نتكلم عن ماضي طب استاد في بتصدف عندنا اجت جملة عندي اللي هي هاز هاز او هاذ هاي راح ابين لك يا هسا عندي هنا واحكي لك يا هسا بالعربي هسا عندك اذا كان في عندك هاز او هاذ طبعا بيجي وراه وتصريف سألت يعني مثلا ماي فادر هاد انفلونز مي موط اوكي ابوي هو اللي اثر علي اكتر اشي ماشي ماي فادر هاد انفلونز طيب حسنا بكون في عندي انا هاد انفلونز شو طالب مني طالب مني ذا بيرسون وهس راح للك اياها شو بتصير ذا بيرسون هو هاذ انفلونز مي موط شو بيدوا يحط له as ولا was طبعا بديع حط له ايش حسنا انا هاذ والهاف الهاز والهاف هذول اللي هم الموجذارع هذول من مضارع دا ايش اسمه هاذ يعني ايش قائد بحكيي انا مضارع طالب طالما انه فيا إدي مضارع تام اذا خصصر pin ايش اسمه مضارع اذا لازم ياخد إيه ايش ان اذا كنت اتكلم عن هاد اذا غصصر بستخد ووط اوكي طالما في عندي has أو have بالجملة الجواب النهائي بدي يكون عندك is كذا إذا كان في عندي had بتكون عندي was كذا ولم تظهر للآن إنها إجت عندك had دائما اللي بتيجي عندك اللي هي إما has أو have وأكثر إيش بتيجي عندك had لما يكون عندك had تستخدم لإيش is كذا done وهصرا عن حلة إذن عندك ال it لازم دائما رابدا يجي بعدها it is أو was أعطيك خطوات لحل تبعتها هاي طلع لي هون حسن في حالة اللي هي في حالة أول إشي نضع اللي هي بداية الجملة نضع it بداية الجملة طب بعد ما حطينا ال it شو بنا نشوف نضع إما is أو was طبعا is أو was من وين نجيبهم بناء على الفعل الموجود بالجملة أوكي بناء على الموجود وين بالجملة طيب طالما حطينا ال it was ساعتها على السريع إيش من الروح نضع الشيء الشيء المشار إليه المشار إليه يعني هسه بكون عندي أنا في الجملة بكون حطيلي مثلا تحت خط أو بالغامق in bold اللي هو إيش مثلا وقت أو شخص أو اللي هو إيش مكان هذا ساعتني أنا بحطه هسه بفرجيك كيف أربعة نضع ضمير الوصل المناسب لمين للي قبله للمشار إليه إذا كان think منحط له which أو ذات إذا كان مثلا وقت منحط له when إذا كان مكان منحط له where وهكذا أوكي طيب ونكمل هونها بعد ما خلصنا هيك ومنكمل يلا طاول تكتب هاي بصرعة أو أعطيها screenshot إذا بنفع عندك screenshot أعطيها في حالة نضع بداية الجملة اثنين نضع إما إز أو واز طبعا إز أو واز من وين بناء على الفعل الموجود بالجملة نضع الشيء المشار إليه هي الوزارة بتكون حطتلك إياها مثلا إما بالبولد أو حطها تحت خط أربعة نضع ضمير الوصل المشار إليه دامين لهذا يلا ومنكمل نروح فمثلا في عنده هون إيش أمثلا راما وان دا برايز فور آر لاست راما وان دا برايز فور آر لاست طيب طلب مني إيش هو دا بيرسون طلب مني دا بيرسون الشخص هسا الشخص مين هو راما أوكي نغطي على راما بتكتبلي بعدها بيرسون شو بيجي بعدها شو دو بوخ ضمير الوصل اللي هو هو طيب بيرسون شو يازم يجي بعديها إما إز أو واز ايش بنضمن الأمثلة خلينا ما نستع نضيع وقت عليهم أوكي حبايبي يلا نشوف في عندك هنا قدة أمثلة حسا راح نحلهم إن شاء الله مع بعض حتى نتدخل الفكرة كلية براسك بس الليك ما يمصحصح وتبقى لا لا الله بس في عندك هنا الكندي contributed to the invention of the wood الكندي contributed to the invention of the wood طيب أنا هنا في عني هنا ايش مشار إله ايش هو الشروري الشروري على الكندي والكندي هذا ايش ماله اسم والاسم شو هو شخص أوكي طيب طالما إنه شخص إذا عستري هون ايش طالب مني the person the person عستري شو بده حط who the person who contributed بنزل هاي contributed to the invention of the wood حسنا حسنا في عني هون ايش ها contributed ساهمة يعني ساهمة يعني في عني هون verb to طالما في عني verb to إذا العسل يتلقى ينبحو واز وبذكر الكندي بحط وين أوكي إذا بعيدة مرة ثانية الكندي to the invention of the wood من هو الشخص اللي ساهم في اختراع العود the person الشخص الذي ساهم في اختراع العود هو أو كان التنبي أوكي نشوف الثانية يو جابر بن حيان did his research in a laboratory in Iraq طيب the country طالب مني هون أنا إيش اللي هي country اللي هي البلد طالب مني بلد إذا في عندي هون إيش حدد لي اللي هي إراك أوكي طيب the country حدد لي هون إيش in إراك حدد لي in إراك افهم شو بدي أعمل هنا country إيش هاي بلد حدد لي إيش بلد طالبا حدد لي in إراك حدد لي ياها in إراك إذا أنا بدي أحط ذات افهموها the country ذات نيش حكينا إحنا الوير والوين الوير والوين ما بتتفقوا مع إيش اسمه حروف الجر وهذا إيش اسمه هارف جر الوزارة شو حطت لي in إراك طالما حطي لي in إراك إذا أنا تلقى أيها بدي أحطه بدي أحذف إيش اسمه وير بدي أحذف إيش اسمه وين بحط إيش بعدها ذات بحط شو ذات the country ذات جابر ابن حيان كل هذا بدي ينزل عندي هون أوكي the country that جابر ابن حيان did his research in a laboratory was إيش in إراك was in إراك بتقول إستاذ هون تحذف بقول لك لا تحذف ليش لأنه خلص استبدالنا الوير بذات استبدالنا الوير بذات أوكي مين عنده أي استفسار ووذ الكنديل فراس طب ليش و يعين عليك فراس هسا أنت حطيت الوير أنت حطيت لي وير بتي أنا هون شو طالب مني هو هون طالب مني إن إراك لما كون حط لي إن إراك يعني بالغامق إذن يعني هون في عندي الوير و الوين مستحيل اتفقوا مع اشي اسمه حروف الجر. وصلت يا حبيبي يا فراس. لما يكون في عندي. ان ما ابتدي مع اشي اسمه وير او مع الوين. عاستريع بس تبدلها بايش بذات. هذا اذاك ما كان حطيليها بالبول. اذا هاي حطيليها اسود. واحمر. عندي الاراق بحطيلك الوير. بس بقول لك وير اراق. اوكي? قل لي تم عساس اعرف انك وصلة. حبيبي محمد. الله يرضى عليك يوم ربي يسعدكم. تم على راسي يا ليان. الله خليكي. طيب. علي ابن نافع. استبلشت the first music school in the world. حس هون ايش بلش لي? بلش لي بلش لي فئت. بلش لي فئت. انبلش معه. يلا. نعطيكم الاسود احلى. يلا. علي ابن نافع استبلش the first music school in the world. شو طالب مني? ات. شو حدد لي? علي ابن نافع. طيب. حسا ات. باجب اروح وين? عالفعل. الفعل ايش عندي انا هون? بيرتو. اذا تلقايا عسلي شو بحط واز. ات واز. وبنزل علي ابن نافع هون وبجرد الجملة كاملة متل ما هي. اوكي? اذا بصير ات واز علي ابن نافع. هو سوري هون ننسينا نحط الهو. هو استبلش the first music school in the world. دان? مين عندو اي استفسار? الله يساعدك حبيبه. احسنتي نوال ما بصير نستخدم وير ونحذف حرف الجرد. انا شو حكيتك انه الوير والوين هذول ما يعني هو همي وحروف الجرد ايش مالهم? الهمي يعني علاقتهم مش كويسة. فما بتتفقوا مع بعض. ع اساس هيك اذا كان في عندي زي هون الوين او الوير هون عندي انا مكان. المكان اجي قبله حرف جرد. حرف الجر هون بستخدم طالما انه طالب مني يعني هو انا في الغامق حكالي ان اراك. طالما انه حكالي ان اراك اذا عسري انا بحط ايش داف. لو ما حكالي. لو الان هاي بالاسود مش محدد لي اياها. بستخدم لك وير وبحذف الان. اوكي? بستخدم وير وبحذف الان. دان? الله يربي يكرمكم. طيب. عندك هنا. جابر ابن حيان ايش ع السرية شبدي اعمل. ات واز. ليش لانو في اندي هان بيرتو بحطت ات واز. ات واز. الجابر ابن حيان بازلو هون وبحط ايش هون. وبجرز الجميع بفضل عهي. اوكي? طيب. نمبر فايف. اللي عنده اي استفسار يحكي. مش طالع من هون الا ما تكون كل ياكم فاهمينها. ربي يرضى عليكم يكرمكم. اوكي? طيب. تنسوش بعد او بتحط الاشي وبعدين بتذكر ايه ضمير الوصل تبعه. اللي هو اما هو او وين او اوكي? طيب. عندكم الكندي is especially famous for his work in geometry. يا عين عليكم. طيب. حسا انا ما طلب مني لا شخص ولا اشي. شو طلب مني? his work in geometry. اللي هو هاد ايش? think. صح? هاد اشي. الاشي ايش بدأ استخدم له? يلا. is especially. ما في عندي بيرب تو. في عندي هون ايش. اذا ات از. ات از ايش. ات از ايش. هز وارك ات از وارك. ات از وارك. ات از وارك. ان جيامتري. ذات او ويش? ليش? انو هاد غير اعقل صح؟ اما ذات او ويش. ذات. الكندي is especially famous for okay that Al-Kindi is famous for okay اسئلة الوزارية السابقة كلها سب Eagle هاي من ضمن الكتاب عندك يعقش إذا متفتح على el activity book بتلاحظ إن كانت كل الاسئلة هذه الموجودة ولا الوزارة متقيدة إنها ت tragedyенко من و zar باجة بتطلعешь شو sonra il verb 2 اذا ات واز. ات واز مين? كوين رانيا. ات واز كوين رانيا. كوين رانيا ايش? هو وير وين ويتش? يعني عليكم. هو وبتنزل لي اوبن كل ما هي تعدكم. اوكي? سهلة جدا جدا. بس فيها شوية تركات بلعو فيها الوزارة. اوكي? بدنا تكون ايش بصح صحيح لها. ماشي? طيب. يا باي منك يا نوال. سبك دينه. طيب يالله ماشي. بيترا واز ميد اوال هيرتيج سايك. طيب. دير. هنشوف نوال شو عابله. دير. وين بيترا واز ميد واز ناينتين. يعينا عليكي. طيب. طيب. طيب انا شو طالب منك يا? نوال طلعي لي هون. صح صحيح معي نوال. انا شو طالب منك هون? ناينتين ايتي فايف. انا حطلك الان من ضمن ايش السنة. انا حاطط الان من ضمن السنة. اذا شو? زيير. ذات. ايش? بيترا. بتكمل الاخر. بعدين بتقولي لي ايش? ميد فيرب تو. بتحطي لي هون. وان. ناينتين ايتي فايف. اوكي? وصلت. يا جماعة الخير. في شوية خربطة انتو بي عندكم. حسنا لما يكون في عندك. انا طالب منك ايش? مثلا شغلة. وفي عندك قبلها حرف جرب. في قبلها ايش ياسمه حرف جرب. اذا كان هو الوزارة. افهموها هاي بيش عن الله هاي بتوقعك بداهر. اذا كانت الوزارة. اذا كانت الوزارة. هتطل لك اياها بالبو يعني بالغامق. مع السنة زي هاي. انا بدي اناينتين ايتي فايف كومن ايرا. هون استحالي. استحالي استخدم ايش? وين. استحالي استخدم وين. ليش? لانه طالب مني حرف الجرب. اوكي? هون بستبدل الوين بذات. بستبدل الوين ابدات. اما لو ما طلب مني. لو ما طلب. ما حطني. مثل لو كانت هاي عندي هون من اسود. اوكي? اقول لكم بدي احجلكوا هاي. على اساس انو هيك. شوف في طالة عندي هون كي. اي ستوبت. ووركينج ات 11 بي ام. شوف. اسأل هون. لا هاي في عندك الغير. اوكي? خلا اللي اطلع هاي. ركزوا معي على سبعة. ركزوا معي على سبعة. اوكي? ها. بدنا نمسحها. عساس ان تحلها مرة تانية مع بعض. اوكي? انا هون بدي اعلم لك على ايش? على ان. اوكي? هاي ان. ان بالاسود صارت. اوكي? صارت ان بالاسود. ما صارت من ضمن ايش? اللي همي معلمين لي اياها. ما صارت من ضمن المعلمين لي اياها. طيب. شوف يا عندي هون. طيب. طيب. انا راح اطللي. ناينتين ايتي فايف. كومن ايرا. اذا عسري انا بحط لك وين. اوكي? عسري حطيت وين? وين. بترا وازبول. هاي كل هاته بتنزل عندي هون. بعدين شو بدي اعمل? طالما في عندك هون بيرتوب. بحط لك واز. ايش? ناينتين ايتي فايف. ناينتين ايتي فايف. كومن ايرا. انا في عندي هون وين? اذا هاي تلقائيا لازم تحدث. اوكي? اذا اذا كانت اسود. اما احنا الاصل عندي هايها زي هيك ببينك. عندك زي هيك. اللي سأل عن حروف الجر. هاي في عندك مثلا. in, from, at, with. كل هاتهم هذين ايش حروف الجر. بتيجي معهم. اوكي? اللي بيسأل عن حروف الجر. هاي في راس. اوكي? هاي في عندك مثلا. in, at, from. وفي عندك with. كل هاتهم بيجوا هدول من ضمن ايش. اللي هي كلمات ايش. الجمل المجزعة. فباجي بقولك زي هيك. طالع عندي هون. I stopped working at 11 p.m. طالب منه ايش? الوقت. طيب. هسا شو هون فيه. عندي هون at. اوكي? يλά. at is. stopped. it was. it was ايش? at 11 pm. at.. 11.بأم ايش هسه? احط اين? ولا مثلا. it was at 11 p.m. ايش في عندي هون at طالب عهي في عندي هون ذات راح ولا لا ما بتيجي مع الوين ات ما بتيجي مع الوين غلط احطي لك الوين it was at 11 p.m. when that i stopped working that i stopped working واركي الان اللي عنده اي استفثار يحكي when is was عاني واحدة هاي when was برضه يا فراس حبيب قلبي حبيب الله يسعدك فراس when was is وحطيت لي انت هستما بحطينا هون بقولك كين دك وين انت بتحلعك ثانية مثل ما انا حلتلك اوكي اذا هيك اوكي طيب طلعوا لي على هاي هاي اللي هسا حكيتلك اياها my father had influenced me more had influenced هاي في عندي هون ايش انا اللي هي مضارع تم مضارع ايش تم طالب مني ايش the person the person مين هو my father يلا اذا هذا ايش بدو اصير وين بدو اصير عندي هون طيب the person عالصري بحط ايش who the person who had influenced me most هسا شو بدي احط انا ها بدي احطلك my father اوكي هاي my father بدي اعطيك يا هلون ثانية حتى انها تبير عندك اوكي شو بدي احط هون as well was as well was مين يجاوبني يلا في عندي هون my father had influenced me most the person who had influenced me most as well was my father بيلاني على ايش انا بدي احط يلا شراس استبطعلك من الشاشة عبيبي بالله عليك ركز معي في عندي انا هون اشي اسمه has influence has influence has influence has influence عبارة عن اشي اسمه مضارع تام هس المضارع التام بسام وبعدين معاك وركزوا معي بالله عليك وحباني في عندي has influence هاي مضارع تام المضارع التام طالما بحكي مضارع تام اذا في عندي has في عندي ايش اذ لما تكون قلتلك ماضي تام وهاي نادرا جدا جدا ما تيجي بتحط اللواز ايضا شو بدي تكون عندي هون اذ اوكي بدي يكون عندي هون اذ اذ بناءا على ايش يا استاذ لانه في عندي هون انا مضارع تام استخدمنا ايش الاذ اوكي اوكي تحكوا اوكي عساس نفهمها اوكي 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 يلا يلا Як اذا طالب منك مثلا شو pear اليه المادة ق . طالب لان العديد ان Hannah English مثلا مثلا اليه المادة ايش ايش ولاش ايش بدي استخدم اللغ اما ذات او garage اما ذات او which الصغ يلا suf يلا ال playoffs او ذات ليش انو هدول ده غير العافل طيب which i like most of all شو فيه اندي هونه like like لهو برب 1 البرب 1 شو بده استخدم له is حبيبتنا الانجليش اوكي دان اذا the subject which i like most of all is english طالما انو فيه اندي هونه برب 1 اذا تلقائيا بده يكون في عندك هناك ايش is english اوكي that i like is english احسن تفراس احسن الله ربي يكرمك طيب نرجع علي بعدها بندك هون the heat made the journey unpleasant هاد حطولي عليه هون حبايبي له هاد كتير 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 مهم هاد مهم ليش لانو مكرر يعني تكرر مرتين تكرر مرتين مرة الاكاديمي ومرة لا ايش لا اللي هم الفروع المهنية بنفس السنة بنفس السنة هي 2013 يعني هون الحرارة جعلت الرحلة غير سارة يعني طلعنا نهش طورنا نكش اوكي صورنا نكش دبان طيب من الحرارة اذا فيه اندي هون the heat the heat الي ايش الحرارة الحرارة جعلت الرحلة غير سارة it شو طالب مني هون the heat اذا it is ولا was شو فيه اندي هون verb 2 اذا عالسري بدا حط it was it was ايش منذكر اللي هو المشار اليه it was the heat it was the heat هسا الهيت ايش ايش اشي شخص مكان وقت يعين عليكم that او which اللي بدك اياها that او which made the journey the unpleasened in the land it was the heat that a witch ممتاز احسنت يا فراص طيب على رات يا كرم يسعد قلبك انت طب في عندك هون هاي ادت اليه ايش 2016 وزارة هاي اليه الوزارة the first athletics event for disabled athletes took place in 1948 common era وقالك هاي العاب القوى للاجلكم والله للناس المواقين لللاعبين المواقين وينت حدثت او قيمت وينت فيه in 1948 سنة 1948 طالب مني ايش؟ the year طيب طالما انه طالب مني the year من رجب بعيد اكرر the person the time the place the year the subject the event اوكي؟ كل هذول اللي طالبوا مني هاذا سوين بدك تلاقيه في نهاية الجملة هونه بس شو قبلهم؟ اما اذ او واض اما اذ اواض يالله ها بنحط لك ايه هون ها 1900 وايش؟ طلعوا طلعوا هون طلعوا هالحلوه هاي طلعوا the first athletic event for disabled athletes talk place in in ايش واجت هون؟ اسود اجت ايش اسود؟ اذا انا مش طالب منك ال in انا مش طالب منك in افهم نوال نسرين فراس افهموا هاي تخربطوا فيها طلعوا عندي هون ال in اجت عندي هون ايش؟ باللون الاسود يعني انا هولا مش مغمق لك اياها زي هدي اوكي؟ طيب اذا هولا ايش انا حسها بامكاني احط بامكاني احط لك ال in ايه عين عليك؟ ذاير وين ها بدي احط لك ال in ذاير وين مجرد هاي كلياتها اوكي؟ بحط هون اوكي؟ طيب حسن شو بدي احط؟ بحط لك ايش؟ اما اذ او واض اما اذ ها بدي امسح لك هاي بدي امسح هاي حتى انك ماتح هاي اللي هي اوش؟ حطينا هون the first athletic even for disabled athletes to play in مش بحطوط عندي الغامق طالب انه السنة حطيت لك وين؟ طالب ما حطيت وين؟ اذا تلقائيا هاي راح نقولها باي باي اوكي؟ هون نزلنا الجملة هاي بعدين بقولك ايش؟ اللي هي توكي بلايس توكي بلايس اللي هي بارب تو اذا في عندي هون واض التعمية 48 كمان دي ارا هون بدون ما نذكر ايش حرف الجر وصلت يعينا عليكم ذاير وين واض احسنت 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 فراس اوكي؟ ان شاء الله انها وصلت المادة وصلت الفكرة صح؟ نشوف بسام the thing which made the journey unpleasant was the heat احسنت احسنت بس هو طالب منك ايش هون يا بسام؟ طالب منك اللي هو ال it اوكي؟ اتربطش بال it وال ash و the thing اوكي؟ انت حلق صح 100% راي نشوف الشانيات the person who won nobel prize for literature in 1988 was نجيب محفوز عندك اجا وزارة اوكي؟ يلا عندك a b c d مين يحطيني الصح اللي فيهم؟ يلا مين يعطيني الصح اللي فيهم؟ ديير when احسنت انا شو طالب منك هون؟ انا طالب منك اشي اسمه nobel prize اوكي؟ هاذ هو بقولك the sentence which emphasizes the underlined word يعني انا بدي الشغلي المؤشر عليها المؤشر عليها انا بدي هاي لا تعطيني لا الشخص ولا نجيب محفوز ولا art in literature ولا ايشي فاذا بتلاحظ انه في عندك هونة كله اتم صح كله هذا صح اوكي؟ الحل هذا كله صح حيشوفو ديير when نجيب محفوز won nobel prize for literature was 1988 ممتاز صح في عندك هون the person who won nobel prize for literature in 1988 was نجيب محفوز برضو صح مية بالمية بس انا هون شو طالب يا حبايبي؟ انا طالب nobel prize و nobel prize ايش هاي؟ يلا اشوف ايه داعاتكم دي يا اينا احسنتم اللي هي دي اللي هي انا هون هاذا الاشي nobel prize اللي هو هاذا الشغلة او الاشي اللي هو باز فيه اللي هي with d i go like you with d اكسلنت 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 حبابي ربي يرضى عليكم يكردكم اوكي؟ اذا بدك تلاحظ لو بدك تلاحظ انت عندك هون ديير وين نجيب والله صح ممتازي خالص من اول ما تقراها انت صح طب انت انتبه شو اللي هو حكالك عنه امفتايل 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 اذا هو حطتلك الغامق هون اذا هذا بده هاي كلهم صح هذول بس انا فيه اشي اصح اللي هو الامفتايل اللي مشارئله اوكي؟ اذا عندك هون اللي هي the thing اوكي؟ الله يساعدكم طيب بطلع على هون عندك برضو هاي سؤال وزارة هاي 2019 2019 حبابي medooping new people makes traveling an exciting experience يا عين محلاها هاي جميلة اهrzeي بذكر يوميتها كنت انا مراقب اوكي؟ او كي؟ فالله غشلسي الطلاب كتير يوميتها اشهد بالله اني غشلشي الطلاب بطلخ سامحوني سامحوني بعدها خالصتونا نرحب يمين على القرآن اوكي؟ طيب meeting a new people makes traveling an exciting experience يالله طالب من ياسا ايش the thing the thing ايش the thing أسال the thing شو بده توقيت اما which او دات طح ما نحط لها هيدا يالله the thing that وين الاشي اللي بخلي السفر متعة اللي هو meeting a new people خذوها قاعدة من اخوكم خذوها قاعدة من اخوكم حسا اذا ايجاك زي هيك طالب منك the thing او طالب منك the even طالب منك the thing او طالب منك the even الاشي الاشي دائما بيكون قبل الفعل المساعد او الفعل الرئيسي قبل الفعل المساعد او الفعل الرئيسي سمعوني اياها مرة تانية شو اذا كان طالب مني اشي اوكي اذا كان طالب مني اللي هي the even او كان طالب مني the thing اوكي الاشي دائما بيكون وين؟ قبل الفعل المساعد او الفعل الرئيسي فاجب اتطوع ميتنج نيو بيبل ميكس هاي عندي هون البرب البرب ايش هادا؟ البربان طالما انو فيه هادا هادا هو ايش؟ اللي هو اوكا حبايبي عساس اسهلها عليكم في الحل طيب طالما هادا هادا نهاية الجملة بس قبلو ايش احد افعالي دي ذا تنجد ذا تجرو دي هاي كل لياتا هون بتحط اللي هون اوكا بعدين شبنا نعمل؟ الفيرب شو عندي؟ فيربان اذا بحط هون is ميتنج نيو بيبل ميتنج نيو بيبل باني قلبي بالأمر فيربان قلبي أنت اهتصير ميتنج نيو بيبل اكسلنت احسنتم رائعين بسام فراس انتم رائعين اوكا طيب بنشوف الجمل البعديها يلا 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 طالبني الاشي شوه الاشي اللي هو هي تحدد ليها يور جينيراسي طيب شو دا حط هسا بعديها يعني عليك بحطيه لعندك اما الذات او الويتش اما ذات او الويتش طيب هسا فيه دا هون اللي هي يبهرني الذي يبهرني هسا يبهرني لغة ايش الفيربون شو بده تحط يلا تنزل هون تنزل هون ايش دا حط ايش دا حط بتحط البي هاي وين اوكي حبايبي ربي يرضى عليكم وين الجيومتري وين الجيومتري وين الجيومتري يا جراث هاي هاي الجيومتري ماشي اللي هي الكرم يعني اوكي طيب ايش اسم مكان اللي هو اندر كل هاذ عندك هيك المكان هسا هاذ طالما طالب مني هون the place the time the thing the event ايش بدي احطهم وين هدون نهاية الجملة قبلو احد افعال بي اما اذ اول شو اما اذ اول يلا اذا the place بي عندي هون ايش اسمه hidden under 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 شو هاي اندر اندر هي ايش هاي حرف جر صح under حرف جر طيب شو بدي احط هسا the place that the place that the jewels are hidden تنزل هاي عندي هون شو بحط لك هسا is واللواض في عندك هون are hidden are hidden اللي هي is تنزل هاي كلها تحط اوكي بينا عنده اي استفسار عليها هاي السكاحة بفرس no problem the place that is that is يعينا عليك the place that is ليش انو في لك هون ايش حرف جر حرف الجر اجي من ضمن الكلمات اوكي اجي من ضمن الشغل اللي بدي اياها اذا هون ما بحط اشي اسمه where مع where وين باستغني عن اشي اسمه اللي هو حروف الجر ليش انو هادول ما بيتفوق ببعض طيب نشوف هون ماري works harder than anybody else in this organization طيب مين هو الشخص مين هو الشخص اللي هو ماري صح طيب ماري عالساني شو بدي احط هو تنزل عندي هون هاي كلها ياتب تنزل عندي هون بحطي لك اخر شي ايش طالما في اندي هون فرب one اذا في اندي هون اذ بحطي لك اخر واحد اللي هي ماري اوكي طيب عندكم هون دول the second world war ended on seven mayor 1945 ، in europe the day طالب بني إيش هون the day الي هو اليوم شوه اليوم اللي انتهت في الحارب يالله أحسنت في عندك هون The day The day وين هو اليوم اللي هو 7 ماي طيب The day في عندك إيش هون يا ويلي محلا عندك أن يوها بإيش هذا حرف جرب طالبوا مني لا إذن عستني بكتب لك وين حر أنا طالبا إنه مش طالب مني الان بكتب لك وين وطالما حطيت الوين بدي أقول لهاي يعطيك العافية The day وين The second word تنزل هون شو بكتب لك يا هسا Ended اللي هي عندي هون واز وبحط هاي In Europe سوري حسن عندك هنا In Europe In Europe واز وبتحط اللي إيش 7 ماي 1947 أوكي 1945 1945 وصلت نسرين ون وين أ The day وين واز يعينا عليكم ممتازين أحسنتي نسرين هون وبتذكر إيش هاي بتحدي فيوها هاي نسرين لازم تحذف اللي هي الان اللي حرف الجر هاي لازم تحذف طالما حطيت الوين مع بعض إذن هون هذول ما بتتفقوا مع بعض الوين والوير ما بتتفقوا مع إشي اسمه مع بعض أوكي طيب بدي أعطيكم جملة من عندي بس هون طلعوا لي عليه هاي آخر جملة هون ويعطيكم ألف عثي طولت عليكم أوكي زي هاي مثلا ها The Olympic games were held in مثلا 2000 common era in Iraq أوكي هاي أنا في عندي الجملة هاي The Olympic games were held in 2000 common era in Iraq طيب حسنا أنا شو طالب مني هون طالب مني إشي اسمه The Even وطالب مني إشي اسمه The Place وطالب مني The Year أوكي يلا أو بديش أعطيك إياها الplace بدي أعطيك إياها بكلمة ثانية اللي هي The Country أوكي طالب مني The Country وين رفع المساعد هايو إذا هاذا هايب كل ياتوا إيش هاذا هو الحدد أوكي حبائبي يلا The Event والEvent نفس إيش اللي هي The Time The Place وين تا بيذكر آخر إشي وقبله حرف البي اللي هو إما إذ أو وال يلا The Event The Event شو منستخدم منها إما which أو وال أوكي إما which أو ذات سوري The Event which هسما أحط الwhere بقولها باي باي ما بسير أقول لك الحدث لو عندك مفرد حط لك which where غرف بحذفها which held in 2000 common era in Iraq in Iraq was ليش was لأنه بقول لك هون held held اللي هي يعني حدثة وده مش عارف هاذا بيربول ولا بيربتو أعرف إنه من التاريخ أوكي من السنة عندك 2000 إطلاف الماضي was بتتكلي هون دا Olympic Games the Olympic Games طب أستاذي طب ليش أنا حطيت was ما يفي عندك الألعاب أولمبية عندك الألعاب الأولمبية أنا هون مش طالب الألعاب الأولمبية أنا طالب منك the event الحدث والحدث اللي هو إيش مفرد عأساسيك استخدمنا إيش was done طيب نشوف هاي the country the country إيش ها نزلنا علىها إحنا أوكي خلينا هيك يلا the country ويهي الcountry اللي هي إن إراك تابعوا معي شو تي عندي هون إن يلا the country طالب مني إيش البلب the country بحط لك where تذكر لي هاي كل لائعة أوكي where the Olympic Games where حطيت الwhere هون ليش يعني هو مش طالب مني إيش الحدث where held where held إيش in 2000 common era in 2000 common era was إراك was إراك فعلا ما حطيت الwhere تلقوا أيها هاي بنقولها bye bye أوكي وهون عندك إيش نفس الشي ذير ذير بنحط لها إيش when هي عندي هون برضو إيش in 2000 ذير وين بتذكر كل إشي آخر يش بنقول لي إيش was 2000 بنشطوب إيش اللي هو عرض الجرر هضا بنحذفو لوجود وين حيثا بنستخدف من هالشغلي هاي إنه اعرفوا لي هاي مع وين أو وير لا ينسجمو ما حروف الجر والله يا ربي يوفقكم وأشوفكم إن شاء الله دكاترا قد الدنيا هيك إن شاء الله رب العالمين آه تفضل إلى أيام كلكم كلكم على رأسي كلكم على رأسي وحبايبي أوكي إن شاء الله رب العالمين نشوفكم يعني في على البراتب وإن شاء الله يوم تاني بنلتقي معكم أستودعكم الله وتصبح على الأخير بس أمي الله عليكم وشجعوا لكرواتيا اليوم لي أوكي شجعوا كرواتيا وباي باي أرجل دين إن شاء الله الليلة يلا باي باي يعطيكم العافية وتصبح على الأخير أمي الله عليكم وشجعوا لكي